اهلا ومرحبا بكم معزا المشاهدين ونلتقيكم في حلقة جديدة برنامجكم حديث عراقي منذ عشرين سنة لحد الآن حديث عن التعليم في العراق لا ينقطع حديث عن سوء التعليم في العراق عن اجتثاث التعليم في العراق للأسف الشديد لا ينتهي الوضع البائس للتعليم في العراق هذه المؤسسة التي أخذت على عاتقها بناء الشباب بناء قدرات الفكرية للأجيال ودعمهم بالمعلومات والتربية ودفعهم بالتجاهات التطور على طريق من التعليم ومحبة العلم واحترام الآخر واحترام البلد والوطنية الحقة هذه المؤسسة مرض شديد ومرض خبيث الحقيقة حال حال كل المؤسسات الأخرى في العراق وكتب عنها الكثير كل المنظمات كثيرة لكن أن يكتب البنك الدولي عن واقع التعليم في العراق والمدارس في العراق ربما هذا الشيء الجديد البنك الدولي معني صحيح بتمويل مشروعات وعطاء قروض لكن أيضا هو في جوهر العام في إطار العام هو مؤسسة سياسية قبل أن تكون اقتصادية ومالية حقيقة له نظرة خاصة وله يعني هو أحد أضرع الولايات المتحدة لكن أيضا فيه لجان معينة تكتب تقارير وتكتب وفي آخر تقرير للبنك الدولي بعد أن استاهم في بناء أحد المدارس في العراق هذا هو برنامج لبناء عدد من دارس تولى البنك الدولي فبنى أول مدرسة وسلمها ومناسبة تسليم هذه المدرسة كتب هذا التقرير وقال البنك الدولي في تقرير هذا التقرير يعني محزن عن وضع العراق واللي هو واقعي أن بناء المدارس في العراق لا يمثل إلا جزءا صغيرا جدا من الحل لعادة التعليم إلى مساره كما كان في عقود السبعينات والثمانينات في القرن الماضي في العراق كل الناس تعرف أنه في العراق كانت في عقود السبعينات والثمانينات وما بعدها العراق يعني كانت جودة التعليم فيه عالية جدا جدا وكان يعني نسبة الأمية صفر وصلنا فيها واليونسكو أعطت شهادة من العراق بلا أمية والتعليم كان من أجمل ما يمكن وخرج العراق طوال يعني على الأقل العراق الحديث منذ عام 1921 من تأسيس الدورة العراقية لحد 2003 الاحتلال خرج وأعطى للعالم والعراق للعراق أولا للعالم ثانيا خيرة العقول منه طباء ومهندسين وعلماء وساتذة الجامعات في العلم وكل الاتجاهات فنانين وإعلامين وكتاب وشعراء وروائيين وكل شيء أطباء بكل أنواع الطب مهندسين بكل أنواع الهندسة وكثير منهم تميزوا في العالم وكان لهم شأن كبير عندما ذهبوا إلى أوروبا وكثير الأسماء لا رؤية أن نذكرها لك لأنكم تعرفونها فهذا العراق العراق مشهور وكانت الناس تأتي من كل بقاعة الدنيا لتتعلم في العراق في جامعات العراق ومدارسه هذا هو العراق لكن هذا الوضع المزري الذي حلم بعد الاقتلال لحد الآن هو وصل العراق إلى هذا الحال البائس وصل التعليم مثل كل المؤسسات مؤسسة التعليم وكل المؤسسات غربة ومدمرة والفساد ينقر التقرير ركز على أن الكثير من الأطفال في العراق يذهبون إلى المدرسة لكنهم لا يتعلمون شيئا دزوا فرق وكانوا يسألون على الطلاب ويجرون استفتاءات واستبيانات وإذا بالطلاب لا يعرفون شيئا أو لا يحضرون وحددوا أشاروا في التقرير هناك خلل في طريقة أسلوب منهج التعليم وهذا واقع مدخلات جودة التعليم غير متوفرة في العراق ولا أحد يرأيها هكذا التقرير يتحدث نعم التقرير يقول أن العراق بحاجة إلى المزيد والمزيد من المدارس هناك أكثر من مليونين طفل الآن بلا مدارس طبعا العدد أكبر العدد ربما يتجاوز لث ملايين إلى أربع ملايين طفل الآن بدون مدارس لا توفر هناك فرصة تعليمهم العراق يحتاج من 8000 إلى 10000 إلى 12000 من 8000 إلى 12000 مدرسة من 8000 إلى 12000 مدرسة يحتاجها الآن العراق وأنت تسأل نفسك ما هي التخصيصات التي وضعت في الموازنات السنوية لإنقاذ التعليم يعني الموازنات لا تساوي من عام 2003 لحد الآن عندما تدرسها تساوي واحد بالمئة من الموازنة بينما دول التي تريد للتعليم وهي لديها أرضية ثابتة وقوية للتعليم لديها بناء تحتية للتعليم كامل ليس لدينا بناء تحتية للتعليم دمرت كلها هؤلاء يضعون 20-25% للتعليم ونحن أقل من 1% الأمية منتشرة في العراق الآن يعني باعتراف رئيس لجنة التربية في البرلمان الحالي يقول 11 إلى 12 مليون أمي 12 مليون أمي في العراق هذا البلد الذي كان بلا أمية من وصل العراقيين إلى هذه الأمية يعني شكل النظام هذا كانوا يقولون جئنا من أجل المظلومية المظلومية هل تتناسب مع جعل الناس جهلة وأميين هل هذه المظلومية جئنا بالديموقراطية هل تتناسب مع وجود شعب أمي هل هذا هو المطلوب هل المطلوب تجهيل تجهيل الشعب لكي يقبل بكم لكي يرضى بهذه القصص والأساطير الخرافية التي تتكلمون عنها مع الأسف الشديد المتسربون من المدارس أعدادهم هائلة جدا كل التقارير تتحدث أنه من كل عشرة يدخلون المدرسة اللي ابتدائية ستة يتسربون وأربعة يكملون المتوسطة وهكذا بالنسبة للمراحل الأخرى وهذا كله يعود إلى الوضع الاقتصادي المتردي هذا ساهم كثيرا في هذا الوضعي الوضع الاجتماعي والأمني القلق المتردي وياع القيم سيادة قيم شاذة وطارية على المجتمع الفساد المحسوبية غيرها أفكار غريبة عجيبة شاذة كلها أثرت على نوعية التعليم والتربية طبيعة المناهج طبيعة قيمة التعليم في المجتمع لأنه عندما يشاهد الطفل عندما يشاهد الشاب أنه من يتبوؤون المراكز العليا ويأخذون مبالغ كبيرة ورواتب وبيوت وقصور وسفر وحياة فارهة وهم يعانون من شظة في العيش هؤلاء لا يملكون شهادات أو شهادات مزورة وهم مطلوب منهم أن يدرسوا الكثير منهم عندما يجدون البطالة أن مصيرك بعد أن تنهي الجامعة بعد أن تتعب مصيرك إلى أن توعد بالبيتة أو توعد على الرصيف أو تذهب إلى المخدرات أو تبحث لك من كان له حظ يبحث لك عن فرصة للهجرة إلى الخارج ليعيش في بلد آخر بعيد عن أهل أو بعيد عن وطنه هذه قضية فالبنك الدول يقترح ثلاث مراحل للنهوض بالتعليم الاستجابة الطارية للتعليم وهذه غير موجودة وغير متوفرة في العراق الحقيقة كل برامجهم لا تتوفر على هذه خفض نسبة التسرب من الطلاب إلى الحد الأدنى وهذه أيضا غير موجودة استغلال الفرص الجديدة لعادة بناء الأنظمة التعليمية وهذه أيضا غير موجودة استمرار ما موجود هو استمرار عملية التجهيل المتعمدة في المجتمع العراقي استمرار في إهمال التعليم واستمرار في دعم التعليم وإيجاد المؤسسة اللائقة بالعراقين في التعليم هذا واقع العراق واقع التعليم جزء من ننده ما لأسف الشديد وقد هذه الحلقة أعزائي المشاهدين قد انتهى أترككم بخير ولتقيكم في حلقة أخرى إلى ذلك الحين استوجعكم الله والسلام عليكم اشتركوا في القناة